نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من عام 2022 والذي يلخص أبرز المستجدات على الصعيد الاقتصادي المحلي وأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية إلى جانب استعراض ملخص مشاريع البنية التحتية والتقارير التنفسية لمملكة البحرين ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية سجل اقتصاد مملكة البحرين نموا ملحوظا بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام 2022 وذلك على أساس سنوي ما يعكس جدوى السياسات الحكومية في تقوية بنيان الاقتصاد الوطني وتدعيمه ركائزه هي لغة الأرقام الإيجابية التي تفصح عن نفسها مدعومة بإثباتات واقعية تظهر من خلالها ما أضحت عليه المجالات الحيوية في البحرين من تطور مستمر يستمد نشاطه من مكنون التوجيهات الملكية السامية من لدن جلالة الملك المعظم ومن رؤية الثاقبة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي دائما ما يوجه إلى أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز البيئة التنافسية وجعلها أكثر فتاحا من خلال عمق القرارات الرسمية والتشريعات والقوانين المرنة التي من المؤكد أن تتكفل بتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة وبناء جسور متينة مع الاقتصاد العالمي تظهر مخرجاتها وآثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي وفي اجتماع ترأسه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية أشار سموه إلى أبرز النتائج الحميدة التي جاءت ثمار تكاتف فريق البحرين وتنسيقه المشترك لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي والتي سيكون محصولها وفيرا متمثلا بذلك القدر الكبير من حجم المنفعة والخير الذي سيعود على الوطن والمواطن موجها نحو البناء على ما تحقق ليكون الوصول نحو الأهداف المنشودة المنسجمة مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 سلسا وبأقل جهد وأسرع وقت الرؤية التي رسمت خارطة طريق واضحة تتضع معها الرؤية وبسهولة لمعاينة مسارات العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص باعتباره المحرك الرئيس للاقتصاد فالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القطاعين تحتم مواصلة النشاط القائم لاستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة بأعلى مستويات الكفاءة ومع النظر إلى ما سبق ذكره تفصح آخر مستجدات التعافي الاقتصادي في البحرين عن نفسها لتظهر أن 17 برنامجا من أصل 27 مندرجا ضمن الأولويات الخمس لخطة التعافي الاقتصادي تم الانتهاء منها في حين أن النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بيّنت حصول نمو اقتصادي ملحوظ قادته القطاعات الاقتصادية غير النفطية كما نمى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.9% بالمئة وهو بذلك قد حقق زيادة سنوية هي الأعلى منذ العام 2011 ترجمة نانسي قنقر